كتير بيقولوا أن يوسف شهين كان مغرور أبداً أبداً عمركم اختلفته؟ كتير بس ده ملي مش دعوة بال يعني إعلاقك ده بال بالتواضع أو يعني اختلاف اختلاف عادي آه طبعاً كتير وأثناء الكتاب وساعات كان بيتنرفز مني و مش عايزة أشوف خلقيتك تاني والحاجات دي كلها بس في الآخر كنا ده كان دايماً الموضوع أما كان بيتوتر لأنه عارفها ساعات وانت ما بتكتبي أو لما بتشتغلي مع حد بتوصلي لنقطة كده كأنها حرسد فتحسي بيأس فتتنرفزي على كل الناس بس انت عارفها أن الناس دول هم اللي حسندوكي موقف مش ممكن تنساه ليوسف شهين آه لا هو كل اسكندرية كمان وكمان كان صعب جداً يوسف شهين كان دايماً عنده الإحساس أنه هو بيمثل ومش متأكد أن أنا شايف اللي بيحصل فأنا أقول كات اللقطة حلوة جداً يقول لي أنت ما بتفهمش حاجة أنت أحسن لك تقبأ سوا لوري ها ما بتعرفش الدير ممثلين ومش عارف إيه هو بتاع المهم وشتايم رهيبة ها نعيده كمان مرة نعيده كمان مرة خلص الفيلم من هنا أنا أقولت حقي برقابتي مش عايز أشوفه تاني الراجل ده ها رحت ميونيخ كتابت مارسيدس وتليفونات تليفونات تليفونات لازم تيجي أنا مش همانتج الفيلم إلا لو جيت باريس عشان نشوف الرشز يعني اللي صورنا ما كناش منشوف اللي صورنا كان بيتبعت النجاتيف ها يتحمد في فرنسا وما بيجلناش ما بنشوفوش ها فكله على بعضه المهم من رحت باريس كان أياميها بنشوف بنشوف الصورة بس ما فيش الصوت مش راكب عليها فصور بديعة احنا عيدنا ليه انت اللي كنت عايزنا نعيد ملقطة دي حلوة قوي ايه اللي خلنا نعيد انت اللي كنت تقوله ها المهم ركب الصوت ها وكل شتعين بانت ها 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 فقلتوله اهو عشان كده كنا بنعيد ها وكل اللقطات اللي كنت بقوله عليها هيكو هي سهية اللي اتخذت في الفيلم في الآخر فده داني حتى يعني ثقة اه لا ثقة كان عندي معلش مانيش مغرور بس يعني ايه لا كان عندي احساس بال باني انجزت الشغلانا انجزت الشغلانا ما خزلتوش ما خزلتوش ده احساس مهم جدا ده اه ده اساسي لان يعني اما واحد يقولك انا مش هعمل الفيلم ده الا لو انت اللي واقف ورا كاميرا ها اسمي وبعدين اثناء الموضوع يبقى كابوس يعني ايه من كابوس من احساسه بانه مسؤولية كمان انه مخرج وممثل في نفس الوقت وانا بنفذ اخراج هل هو شايف اللي في دماغي فعلا ها يعني ده دي نوعية الاسئلة هل هو شايفني بحقه حقيقي ها كان بيجي تفرج على على سرقات صيفية او على مرسيدس يعني جي تفرج على افلامك اتفرج على اه اه اتفرج على افلامي اه وكان ايه رد فعله اه بيحب سرقات صيفية اوي مرسيدس اوكي يعني اه بعدين بعدين يعني بعدين بعد كده في حاجة معلش يعني في لحظة كده اللي هي اه احنا استغلينا يوسف شاهمي احنا بمعنى احنا مين انا وردوان الكاشف اللي ارحمه واسماء البكري يعني ايه لي خلي يعني انه احتلنا المكتب يعني ان الراجل ده عمل شركة علشان يعمل افلامه وعايز من كل الناس اللي في الشركة علشان افلامه ومرة واحدة ييجو شوية العيال دولا وعاديين ياخدوا اهتمام من جابي ومن ماريان ها ومن المحاسبين ومن ها السكرتاريا وان ايه اتبع لنا السيناريو ده ومش عارف وبتعال مرة واحدة فيه قال لا مش عايز اشوف خلقتكو كلكم مغور ها اياميها طبعا كانت صادمة بس كان عنده حق هو عايز افلامه وانتو عايزين افلامكو ايوه ها طبعا ها يعني ايه جابي جابي خولي اه اللي هو دلوقتي ماسك افلامه ايه هو ابن اخدو جي معايا لبنان وسوريا عشان نعاين المعاينات بتاعت بتاعت باب الشمس وكان مشروعه هو متحمس له جدا يعني ايه جابي والمهم حنصور قربنا نصور بقا وبتعالقيت حد بيكلمني واحد من عماد البهات اه كلم جابي لان الاستاذ قلب عليك متدايق منه كلمت جابي قلت له ها هنعمل الفيلم ساوه قال لي لا ها هو عايز ناسه عايز ناسه يركزوا معاه وده فيلم ضخم جدا كان عنده ايه بقا كان عنده الاخر اظن الاخر لا كان عنده سكندريا سكندريا نيويورك فبس فيعني عملنا الفيلم من غير من غير افلام مصر كان جابي طول الوقت بسعج يعني يبعث لي معدات عايز اللمض مش عارف ايه بتاعي يبعث هالي في الخباس بس وتفرج عليه الاستاذ يوسف اتفرج عليه في باريس